حيثت ان انا مثلا انا مسؤول مسؤولية كامل عن اي عين بيجيلي بالعشم لان انا فيش حد بيجيلي اما تعشم فيه عشم السنة وده اللي بسمعه من اي عين بيخشيلي دكتور ماجد انا جايلك وانا بغمضة بخبرتك بسمعتك بالنتاجك بنتشوفها ودي نتاجك حقا فبقول لها دايما انا مش هتشوفي من الكل الخير يعني طبعا وقد المصدقية اللي انا بديها بالنتاج اللي انا بجيلي الماجيلي 45 كيلو في 4 شهور وبسرعة خلي بيك 4 شهور بيش قليلين بيش كتير على خمسة وقت جرح ما بجبهاش وفيش طراحولات ولا جلدي مترحل والوش زي الفل ونضارة ده معناها هي قصة واحدة ان كل اللي دخل بقه من تغذية في الاسبوع الاول والتاني وشهر الاول والتاني ليه عين ولا هي حجاب ولا بافتي معايا وشوات ورقة بوزحهم زي الدكاترة التانية وشوات أدوية الله خد معايا فيش حاسمها كد في حاجة يسمعها مصحة محترمة للتخالص من السنة بنفس المزقلها بلا جراحة بلا مضعفات حتى لو تنسي المعاني طب ايه اللي كان فاستاذ السيد يعني ايه اللي كان انا عمال عايز اقولك دكتور مش عارفة ليه عارف انت من قدر المعلومات اللي عندك يعني مثلا ايه اللي كان السبب السمن عنده بص السمن بغض النظر ما احنا عارفين ان فيه اسباب كتير السبب عنده كان ايه اهم سبب اللي هي التفاصل بغض النظر ان فيه عمل وراسي بغض النظر ان ساعد باخد ادوية تفتح الشعيزة ادوية الابتئاب ادوية الانتبيوتك ادوية المسكنات القوية فيه حاجات بتقليل الحر وتخلي الاخر التخليل يتحاول ايه لدهون تمام بغض النظر هو فيه سعرات داخلة اكتر من يحتاج الشخص وسعرات الزيادة في الاكل الزيادة تحاولك لدهون بغض النظر على السبب بس في الاخر معي فيه سعرات زيادة يعني انا بجيبك من الاخر كده اوكي معي اكتر من احتياج وكل كيلو بيتكون معناه ان اخدت سعرات 7700 كيلوري يعني بالبلد دي كده لو كانت تلت واجبات فاست فود او اربع واجبات في الواجبات بتوصل بالكم برتاحة 2000 كيلوري اربع واجبات مع دون استهلك للطاقة اللي هتطلع منهم يتحاول الوكيلة كيلو دهون كيلو دهون فانما يجي تزيزي بقى 40 و50 والكلام ده فيجي العيال يقولي انا بقى بكلش طبعا من كيلوري بغض النظر ان فيها عامل تانية مساعدة عدم الحركة ظروف النفسية بياخد ادوية اكتئاب كل ده طبعا متزاود كمية الايه الدون بس في الاخر هي ايه يعني ساعدة مساء العين بتحك يقولي في جزء وراسي قوله هي وراسة مع تفاصل يعني هي يعني اه يعني هي مش قصة بيكل وده المنقشه يعني ده المنقشه دايما يعني ما تختنعش نفسك ان واحدة زادت وزنها 70 كيلو 80 كيلو بقى وزنها 150 بتقولي لك والله ده انا ماشي على ضايت وبابا كولش لا طبعا الكلام ده بصح وحتى ساعات هي بتاكل حاجات يبقى صعورات عالية جدا ومش بتخلينا زي اقولنا زي الفاكهة يعني من الحاجات اللي بتاكل خنقوي صعورات عالية جدا هم عندهم دايما الكونسبت ان الفاكهة في الصعورات ده ما يبسك تمام مع تخصونا الصعورات اللي ايه العالية اللي في الفاكه ساعات واحد يعني ما تكونش بتاكل بس عايشة عالمخبوزات بتحب الفرن اللي جنبها الفطير والسمودة والبتئة والكراسة والكلام ده يعني جايز ما تكونش رز ومكارونا وتحلفك على مصحف انا ولا بتاكل رز ولا مكارونا ولا بتاعش ولا بتاع حيلة وتاكل كمية مخبوزات اللي بعمولها بسنة مهضراجة وطبعا سنة مهضراجة اللي بتاعمل في المخابز من اكثر حاجة اللي بيكون خلايا دهونية عشان كاي بقولك يا وفيه طب معي انا بقى بغض النص على الاسبات دي كلها بديها لحل الوحيد انا هتطلعك من القافص الدين انا هشغل مكان ورب الكعبة يشتغل يكسر الدهون ما بيقافش عارف كلمة يعني ما بيقافش خلي بالك ان اي دكتور محنش هينازل 45 كيلو فا 4 شهور ان بعد شهر اثنين حتلاقي الجسم السبب ويبتدي يقوله ايه حرقك بقف سنك لا يسمح بالنزول اصلا لازم تلعب رياضة بلا رياضة بلا جراحة بلا مضاعفات لذا نرأت ان كل حت اللي بجيبها لكم كلهم بيتخلوه انه عملوا ايه عملية في حد قالك انه عامل عملية صحيح مين اكتر حد فرح بيك يا أساس سيد عالوزن ده بكل صراحة بالأمنة ام انا او الله اتدع انت